نرحب بحضراتكم مرة تانية زي ما كنا بنتكلم معكم عن موضوع التضخم وارتفاع الأسعار لغالبا طال معظم دور العالم والمشكلة أنه التضخم وصل لمستويات عالية جدا بسبب تراكم الأزمات اقتصاد الدول ملحقتش أنها تتعافى من أزمة كورونا فتفجأت بأزمة أوكرانيا خلينا نعرف مع حضراتكم إيه اللي بيحصل في دور العالم إزاي هيتم موجة هذه الأزمات من دكتور عمرو صالح مستشار البنك الدولي السابق صباح الخير على حديك يا فندم وأهلا بيك مع نفسك صباح النور عليكم صباح جديد أهلا بيك يعني إحنا في البداية بنتكلم عن بداية الخبر أنه البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفايدة فخليه أبدأ مع حضرتك كده أولا يعني إيه تضخم نفهمه الناس بشكل مبسط ونفهم القرار ده حصل ليه طبعا من أسوأ الأشياء اللي ممكن تحصل في الاقتصاد أن يتم رفع الأسعار ويتم رفع الأسعار بشكل تدريجي طبعا الأسعار بترتفع ده طبيعي طبيعي الأسعار ترتفع ويمكن نعلمونا في كتاب الاقتصاد أن الاتفاع بسيط بسيط في الأسعار مطلوب وده نعم الانسنتفز أو نعم الدافع للمنتج لأن السعر لو فضل عشرين سنة زي ما هو ما فيهش دافع إذن اتفاع الأسعار الطفيف مقبول وكتاب الاقتصاد دايما بيقول كده لكن الأسوأ من كده الاتفاع الكبير في الأسعار الاتفاع الغير محسوب الغير مخطط اللي بنسميه التضخم وبالتالي تعريف التضخم عشان بس ما نعملش يعني كورس اقتصادي صعب في صباح جديد على سيد المشاهدين أتفاع لك التضخم والاتفاع المستمر ونبقول مستمر والغير محبب أو الغير محبس أو الغير مخطط للأسعار على فترة زمنية معي طيب اتفاع الأسعار والتضخم دو مسوي مسوي على المستهلك أنا بلاقي الميزانية بتاعتي أو الموازنة بتاعتي أو الدخل بتاعي بيئل أخذ عشرة جنيه وعشرين جنيه أو تلاتين جنيه تلاتين جنيه النهاردة مش هما التلاتين جنيه بتوع بكرا القيمة الشرائية القيمة الفلوس اللي معاي فالجنيه اللي معايا مش هو نفس الجنيه بتعبو كنت بجيب بيه حاجات معينة بكرة مش هادر اجيب بيه نص الحاجات بعد كده مش هادر اجيب بيه الربع التلات تلات وبالتالي قيمة الفلوس بتقلي بالنسبة للمستثمر او الاقتصاد ده اسوأ ما يكون لان انا بعمل دراس الجدوى النهاردة على مشروع مثلا بمليون وتكلفته مليون حالي ان بعد ستة شهر بقيت اثنين مينوه وتلاتة مينوه وده اللي بيفصر في كثير من الاحيان اروح اشتري شقة اروح اشتري عربية اروح اشتري شيء الاقي الاشياء بترتفع وده مش محبة بالنسبة للأسواق وده طبعا بيعمل ركود في كل الاسواق بيعمل دربكة يعني كلمة دي هيلاجدنا ما هي العواقب ننتظر حتى تمر هذه الموجة دائما الاقتصاد اللي عايز اشتري عربية حيأذل اللي عايز اشتري عقار حيأذل النهاردة عايز اشتري حيكو تخاطط مبلغ معينة عشان اشتري حاجة لقيت الاسعار اتفعت حاجة بالاتنين يما هشتري فهشتري باخسارة يما هنتظر حتى تمر هذه الموجة حتى تنخفض سألتيني قبل الهواء حتى تنخفض الاسعار وقلت لك احنا فعلا فيه انسرتينيتي لكن اللي احنا عارفينه دلوقتي انها فيه سايكلز بتطلع وتنزل احنا فيه سايكل العالية سايكل الازمة سايكل الاشكالية وبالتالي يحصل زي ما حريك قلت كده مش محتاج بقى ان انا اشرح اقتصاد انتو ما شاء الله يععيكو يعني اللي يحصل ركود او يحصل تباطق في الاقتصاد حتى تمر هذه الازمة وتبتدي الاسواق تبتدي تنشط تاني من اول و جديد طب الانفليشن او التضخم ده كل ازمة في العالم ربما يبقى فيه رابحون وخسرون هل الكل خاسر ولا في بعض الرابحين ومين الاكثر تضرورا من الخاسرين تمام ومين اللي رابحين لو فيه رابحين يعني فيه ده سؤال جيد لان احنا دائما بنقول يعني لو فيه لوزرز يبقى فيه وينرز او لو فيه خسرين لازم فيه رابحين يعني حتى في البورصة على سبيل المثال من يخسر في البورصة وانا دائما بقول للشباب نقول لهم يعني يخليكو حذرين موضوع البورصة او المضاربة دي مش حاجة سحرية لان اذا انت خسرت فيه الناس بتكسب الاموال بتتحق مفيش حاجة بتنزل من السماء مفيش حاجة بتتخلق من الفراغ فاذا خسرتك بتروح لأفراد او شخصيات او اشخاص اخرين بيكسبوا طبعا فيه مكاسب الحرب طبعا شركات الاسلحة بتكسب المضاربة على الدهب على البيتكاين المضاربات العالمية بتكسب طبعا المستهلك هو الخسران والمنتك خسران ووقف سلاسة التوريد والازمة والكساد يخصل لكن فيه ناس الازمة بتخلق فرص وده اللي مهم يعني مثلا لما ايلون ماسك يشتري مثلا تويتر بـ 44 مليار دولار اكيد ان فيه عائد او فيه هدف لما تلاقي الاسعار بتنخفض وفيه ناس حيشتار جدا في وسط الازمة يشتروا لان اسعار بتنخفض لانهم عارفين وحنا عارفين ان الاسعار هترتفع تاني بطبيعة الحال لازم لو بيكون فيه ازمة طبيعي انه بنحاول نحن نحتوي هذه الازمة بكل الطرق اي حد بقى هم نتكلم محن نتكلم يعني حاجة جلوبل او نتكلم حاجة عالمية المستهلك طبعا تصرفه او رد فعله مختلف عن المنتج او صاحب المصنع او صاحب رأس المال الاتنين مختلفين المستهلك بيحاول انه هو ما يشتريش في الوقت ده لان النقود اللي معاه قليلة المنتج بيحاول انه هو يبطى الانتاج عشان ما يبقاش فيه خسائر او انه هو يوجه امواله ودي نقطة مهمة جدا يوجه امواله لقطاعات اخرى زي ما حالك قلت كده فيها فرص يعني المضاربة مثلا على الذهب المضاربة في البيتكوين او في السندات الامريكية او صعار الفايدة انا عارف بتكلموا على صعار الفايدة نعم صعار الفايدة في الولايات المتحدة بدأت تعتفع وبالتالي حيبقى فيه انتقال لما يعرف به الاموال الساخنة الساخنة بتنتقل الاموال الساخنة بتنتقل من دولة الى دولة فالفعلا الازمة فيها فرص لكن على عدد محدود طبعا مش لنا احنا لكن على عدد محدود من الاشخاص او المؤسسات العالمية طيب بما ان حضراتك كلمت عن الفرص بما انك حضراتك كلمت عن فكرة انه يعني الاذكى هو من يقرأ الموقف ويحاول ان يتحرك سريعا مصر بالفعل اشترت 44 طن من الدهب ده هيفيدنا ازاي او هيؤثر علينا ازاي او هيقدر يخلينا نحتوي او نتعامل مع هذه الازمة ازمة التدخم العالمية ازاي هو لازم نعرف من الاول قبل ما نتكلم عن الدهب ان فيه حاجة اسمها سياسة مالية او سياسة نقدية وان السياسة المالية والسياسة النقدية زي اصعار الفايدة على سبيل المثال او زي احتياطي من الدهب بيمشي بالتوازي مع الازمة او الفرص اللي موجودة اذا احنا ادهب في وقت الازمة بنحاول نحن نشتريها عشان يرفع رصيد مصر الملازل الامن او يديك ملازل اامن او يديك ملاءة مالية الملاءة المالية اللي هي ايه احنا بنسمع والحمد لله يمكن تصنيفاتنا جيدة جيدة على المستوى الدولي من السنوات فتش ستاندر امبور مورجن كل المؤسسات التصنيف الاقتماني تصنيف الاقتماني اللي بتديك اقتمان الاقتمان اللي هو كريدت فتديك اقتمان يعني عندك نوع من الاقتمان او عندك نوع من الجدارة الاقتمانية لانه عندك سيولة لانه عندك احتياطي فكل ما تلم الاحتياطي في هذه الفترة الصعبة كل ما يبقى عندك نوع من الامان اللي ممكن تستخدمه لا قدر الله لا قدر الله اذا حصل اشكالية بقى عندك دولار وعندك دهب وعندك عملات اخرى عندك احتياطي اخر فبالنوع من المحفظة أو الحقة الصد اللي ممكن يساعدنا أو نستخدمه لو حصل أزمة من الأزمات فطبعاً دي نقطة زكية وأنا عايز أقول حاجة خلينا نبقى فهمنا والأستاذ المشاهدين إحنا عندنا مدرسة اقتصادية كبيرة جداً إحنا مش عايزة أذكر أسامي في 30-40 سنة الماضية عاطف صدق عاطف عبد دكتور الجنزول يعني عندنا تجارب عندنا أسماء لامعة تعاملة على المستوى الدول فالسياسة المالية والحاليين طبعاً والقيادة الحالية أنا مش عايزة أذكر أسماء لكن لازم نعرف ونؤمن أننا عندنا قيادة كوادر مهم وعندنا مدرسة سياسية ومالية ونقدية في مصر تعرف ماذا تفعل ولازم نعرف أننا في حرب أو في أزمة حالياً بنستخدم بها السياسة المالية أو السياسة النقدية على قد المتغيرات الموجودة في العالم في النهاردة لما اشتري الدهب ده قرار سليم بقام من نفسي برفع الجدرات المالية والإيتمانية بتاعتي بخلي مؤسسات تصنيف الإيتمانية الدولي تحس أننا عندي قدرة شرائية وأننا آدم ده أنت أكبر بنك مركزي في العالم اشتري دهب يعني أنت وصلت المرحلة 24 طن دهب 225 طن طيب رغم قوة اقتصادها الدول الأوروبية الأكثر تأثراً بهذه الأسر ليه يا فندم ورغم أنها يعني ربما يبدو أن هي متوفرة عندها كل السلع وكل الخدمات يعني حركة الاستراد وتصديرها له هي السبب هل اعتمادها بشكل رئيسي على الحبوب والقمح من أوكرانيا أو من روسيا يعني إيه اللي يخليها تحصل فيها هذا الزلزال الاقتصادي اللي إحنا بنسمع لا شوف أوروبا يعني وأنا هقولك عن تجربة شخصية يمكن يعني أنا عايشت في فرنسا في طفولتنا وعصرت الأوروبا وأعرف أوروبا جيداً لأقتصاد الأوروبي ألمانيا وفرنسا أوروبا ما بين المطرقة والسندات للأسف ما بين المحاولة إيجاد هوية اقتصادية اقتصادية وثقافية وليست فقط ثقافية محاولة إيجاد طبعاً ثقافية دي مفروغ منها لكن محاولة إيجاد هوية اقتصادية وسياسية لها مع الولايات المتحدة طبعاً الأنجلساكسن طبعاً أجلترا وولايات المتحدة لهم ثقافة ولهم وستراتيجي هما الروس هما الجزور من زمان من التسعينيات فرنسا وألمانيا بتحاول تكون الليكوموتف أو قاطرة الإتحاد الأوروبي ونحاول نكون مفاصلين وهتوافيني في الرأي إنه يمكن إيمانيوال مكرون من حوالي سنة أو سنتين كان بيدفع نحو قوة عسكرية أوروبية مختلفة عن النيتر فأوروبا بتحاول تجد طريق التقارب في رأي الشخصي التقارب الروسي الألماني اللي حصل في السنة اللي فأزعج كثيراً الولايات المتحدة وأنا بعتقد أن ده أحد أسباب أحد أسباب الحرب يعني أعتقد السبب الأولاني هو الولايات المتحدة تريد أن تعد الشرخ وحصل الشرخ فعلاً للأسف يعني نمرة اتنين الهدف الاستراتيجي ضرب روسيا وليس وليس شيء آخر أنا عايز في الهدف التكتيكي ضرب روسيا وبعدين تدخل على الصين بعد كده فيمكن أمريكا عينيها على روسيا وعينيها على أمريكا فما يعد وسلآن هو محاولة إضعاف روسيا وأمريكا النقطة التالتة أن أوروبا ما تبقاش منفصلة عن أمريكا والنهاردة فعلاً أوروبا بترجع تاني شايفين هولندا ألمانيا اللي هي على الحياد بتمول مبيعات أسلحة لأوكرانيا وإحنا عارفين دايماً أن ألمانيا على الحياد فالنهاردة أوروبا بترجع تاني أو مضطرة ترجع تاني أرجع لإقتصاد الأوروبي زي ما قلت حارك وأنا أعرف أوروبا كويس وعيشنا في أوروبا الإقتصاد الأوروبي أو الأوروبيين هاش لا هو مش هاش بالعكس هو إقتصاد قديم عجوز ولما تتكلم مع الناس في فرنسا أو في ألمانيا أو في إيطاليا هو تقيل ومش مرن بالشكل أنا مش بكلم عن الشركات الكبرى طبعاً وشركات الهاي تاك أنا بكلم عن الأساميز الحجم البطالة ممكن يبقى كبير الثقل أو الحملة على الشركات يعني الضرائب كنا بندفع ضرائب مثلاً في فرنسا مثلاً 50% بتدفع ضرائب يعني بتاخد 100 جنيه بتدفع 50 جنيه طبعاً ده رقم كبير جداً فالضرائب والثقل والحملة الضريبة على الناحية الاجتماعية قوية جداً في أوروبا فالصحب البزنس أنا بقارن بإيه بقارن بدول زي مثلاً الصين فيتنام تايلين جنوب شرق أسيا دول ناشئة ما فيش الحمل ما فيش الأعباء الضربية الأعباء الضربية والأعباء الاجتماعية يعني مثلاً ما تدرش تتكلم تحديداً على المشروعات الصغيرة ومتوسط أهو أحد بفتع بيزنس يعني العامل هناك طالباً نشوفنا ييجي متال مثلاً فاكر في ألمانيا وفرنسا ييجي متال والسجيتي في فرنسا اللي هم الاتحادات العمالية ينزلوا الشرع يهزوا الشرع لأن العامل هناك والناحية الاجتماعية لها قيمة كبيرة وبالتالي بتتحمل على مين تتحمل على صاحب البيزنس أو صاحب العمل وبالتالي هذه الأعباء بتثق الكثير من الشركات الأوروبية أو الاقتصاد الأوروبي بحكم أنهما يعني هي دي ثقافيتهم أو ده التركيبة ولذلك حتوفيني في الرأي إن عدد كبير من المشاهير والشركات الكبرى في أوروبا بتعمل منذ فترة كبيرة مش من النهاردة يعني كلمة دي نسمع عنها بقالنا 30 سنة من التسعينيات بتطلع من فرنسا ومن أوروبا تروح الصين أو تروح جنوب شرق آسيا أو تيجي مصر يعني إحنا عندنا في مصر لعسابين المثال جالية جبيرة جدا فرنسية كانت موجودة 6 أكتوبر والعشر من رمضان مصانع فرنسية موجود وأعرف كثير من أصدقاء الفرنسيين أصحاب بيزنس عايشين في مصر وسعداء بالإقامة في مصر وعندهم مشاريعهم وعندهم حياتهم وعندهم بيوتهم وعمالهم وعندهم مصانع في مصر في مصر في المغرب موجودين لأن الحب الاجتماعي يعني بزاوية أخرى احنا ممكن نستفيد من الأزمة دي لو في عباء ضريبية حصلت على رؤوس الأموال هو دا سؤال ذاكي جدا وطبعا محتاج يعني محتاج مخمخة كده محتاج نقعد مع بعض كده ونفكر إزاي نستفيد من الأزمة إزاي ما حالك قلت في البداية ولنقطة مهمة لكل أزمة مستفيدين النهاردة لم يجد أزمة كورونا من المستفيد من أزمة كورونا على المستوى الاقتصادي من كان الرابح الأكبر على المستوى الاقتصادي شركات الأدوية شركات الأدوية أو يعني كل ما هم متعلق بالدواء وصناعة الدواء طبعا دا بالنسبة للكوربرت لكن من هي الدولة الرابحة الأكثر ربحة على المستوى الصين طبعا الصين طبعا فوجئنا أن بعد أزمة كورونا الصدرات الصينية ضابلت زادت مرتين وعجز الموازن الأمريكي انخفض مرتين يعني أمريكا خسرت من كتر الكاهل وأمريكا وأوروبا يعانون من نفس المشكلة بالمناسبة العباء الاجتماعية عليها ثقيلة المجتمع الأوروبي الثقيل المرونة فيه مش كبيرة الصدام السياسي ما بين الأحزاب السياسية يجعل المنورة بعكس الصين دولة طبعا مركزية القرار هو القرار وإحنا نطبق في مصر نفس بعض المبادئ في المرونة الاقتصادية عشان نقدر نعيش لأن إحنا لو وقفنا عند كل نقد وانتقاد وإشكالية ومش هنقدر أن إحنا نستمر فالولايات المتحدة وأوروبا مثقلين بهذا الكاهل الصين عندها مرونة الدول اللي هي مش عايزة أقول شعية أو مركزية الدول المركزية عندها مرونة أكبر الولايات المتحدة بتعاني وزي ما أوروبا بتعاني لكن أرجع لسؤالك أن فعلا الصين هي الدولة اللي حققت مكاسب بشكل أكبر لي لأن عندها طاقة إنتاجية ودي نقطة مهمة الفرق بين الصين والولايات المتحدة وهم الدولتين هم دلوقتي القود بين الإقصادين الأعظم على مستوى العالم وفي حرب بينهم بالهم يعني 10 أو 15 سنة وهذه الحرب هي أعتقد قد تكون هي أساس أزمة كورونا وأزمة الحرب الأوكرانية يعني الصراع الصيني وشوفنا أزمة هواوي والقبض على رئيسة شركة هواوي في كندا والحرب على 5G قصة طويلة ومحور أي قصة اللي تعملوا قصة طويلة وحرب الفضاء والسيطرة على الفضاء والسيطرة على القطاعات الديارية هي حلقات متصلة من فصلة والحرب في أفريقيا ما بين يكون جي حرب غير معلنة ما بين الصين وحرب في السيطرة على الموارد الطبيعي يعني آخر حلقتها الأزمة روسية الأوكرانية في الصين الفرق وكنت بقول الفرق ما بين الصين والولايات المتحدة فرق جاوهاري جدا الاقتصاد الأمريكيية قصاد ريعي يعني حالي كنت بكلمها على سعر الفايدة أيم على الفايدة وعلى المضاربة وعلى البيتكوين وعلى الفولاتيليتي يعني فيه نوع من الهشاشة فيه مكاسب كبيرة جدا لكن أيم على البنوك الإقصاد الصيني ولما نروح الصين مالوش في البنوك مالوش في قصة الفايدة وكلام ده فيه بنتج بطلع منتج بكسب من عرق جبيني هذه الفلوس موجودة فلما يحصل أزمة المنتج موجود لما يحصل أزمة المنتج موجود لما الأزمة تبتدي تقل المنتج موجود حي تباع لكن نقدر لما تحصل أزمة في البورصة الفلوس راحت فين؟ طارت الفلوس راحت عند أطراف أو مؤسسات تانية مش موجودة وبالتالي الإقصاد الصيني قوته وعشان كده لازم نستفيد من هذه الأزمة وسوال حركة سؤال مهم جدا أن احنا نستفيد من هذه الأزمة أن احنا نزود الانتاج يبقى عندنا قدرة انتاجية اللي خسروا أسواقهم اللي خسروا أسواقهم خلينا نتعلم من أزمة كورونا أول من تحرك نكذب أسواق جديدة من اللي خسروا أسواقهم وبتدوا يتحركوا ما هو سلاسة توريد قطعت كانت الهند والصين الهند على سبيل المثال عملت شغل كبير جدا عشان تكتذب الشركات الأجنبية اللي طلعت من عدد كبير من الدول اللي بتقولهم والله أنا ملازق آمن اتنين مليار دولة كبيرة عندي قدرة انتاجية عندي روس أموال عندي طاقة عندي بشر عندي عمالة تعالوا نكونوا موجودين علي فأنا بأعتقد أن احنا يعني أعتقد أن احنا منتبهين لهذه النقطة لكن أعتقد أن احنا يعني لازم نفكر من النهاردة أو من مبارح إزاي مصر وتتكون خلية عمل برينستورمي خلية عمل من الخبراء إزاي الأزمة دي أقدر أن خلال الستة شهر اللي جاية أقدر أستفيد بيها أقدر أستفيد بيها إن أنا أكتذب رؤوس أموال اللي طلعت سلاسة توريد اللي قطعت أنا كنت النهار ده بنتج وبتعامل مع مصنع وإفت لمدة ستة شهر اتقطعت العلاقة طيب أدخل أنا كمصنع مصري أو كمصنع عربي أدخل إن أنا أقدم عرض أسعار أبتدي أعمل علاقات جديدة أبتدي أعمل شبكات جديدة أبتدي أعمل شغل جديد واستفيد من العلاقة اللي اتقطعت ما بين الموارد والموارد أبتدي أخذوا الأسواق الصين عملت كده الهند عملت كده إحنا عندنا طاقة موجودة هي كلمة السر زي ما حضرتك قلت هي القدرة الإنتاجية بسطط إن أنا عندي إنتاج وأنا زي ما بقول أنا فوق المئة مليون دولة ما شاء الله عندها كوادر عندنا رؤوس أموال موقعنا الوسطي المشروعات القامية اللي موجودة اللي طلعتني بدي نقطة مهمة جدا اللي طلعتني بعد الثورة وأنا يعني كل ما باجي هذا المكان الجميل بفتكر الأيام اللي احنا عاشناها في التلفزيون لما قطع النور علينا فجأة ونسخط في الناتج المحلي الواحد ونصف في المية وحتماني من عشر في المية النهاردة بنطلع الستة وستة ونصف في المية البنك الدولي وكريستين لجعض اللي كان بتقول إنها لأنت كون لأنا قائمة قالت إننا إحنا تجربة فريدة عايزين نتعلم فإحنا عندنا تجربة القوة اللي إحنا حقناها دي نقدر بشكل كبير نستفيد منها ما بعد الأزمة إن شاء الله حصدنا إحنا عندنا التنوع كمان في مصادر الدخل زي ما حضرتكوا بتكلم من إحنا إتصاد مرن يعني عندنا قطاعات كتير جدا نقدر سياحة وإنتاج وخدمات وثقافة وثقافة طبعا هناخد نفس الأعباء الضربية اللي موجودة على رأس المال وحفتح لك سوق جديد في أفريقيا سقط ديم حاجات محتاجين أن إحنا نسمعها أفتر ومن نستنى من نستنى الاجتماعات القادمة اللي هتتكلم في هذا الموضوع نشوف كده إحنا مويزاتنا إيه وقوتنا إيه عناصر القوة ونقدر إزاي نستفيد بها ونحقق مكاسب فيه سؤال سريع جدا دكتور عمر حتى الآن إيه أهم القرارات اللي تم اتخذها لو هنتكلم عالميا وأهمها وأصحب قرارات للتعامل مع هذه الأزمة طبعا على المستوى العالمي كل دولة بتحاول تأخذ قرارات اللي تقدر تتخذها أهم قرار اللي هو ماشي على كل الدول اللي هو دعم الاقتصاد الوطني الأموال دخل أموال رفع سعر الفايدة عشان نقدر أننا أشفت السيولة اللي موجودة واللي احنا عملناها بالمناسبة حتى لو الناس ما كانتش فاهمة قوي احنا ماشيين مع اللي بيمشي اللي ماشي فيه العالم يعني نقدر أمريكا رفعت سعر الفايدة رفعنا سعر الفايدة أنا أتوقع أنه ممكن سعر الفايدة ممكن سعر الفايدة إيه ارتفع تلك وإحنا اللي بناعمله مش يعني إحنا زي يقول لازم نفهم فإحنا مش بنعمل كده عشان يعني نتعب الناس لأن إحنا جزء من العالم لكن برجع كل ما يكون عندنا قوة اقتصادية كل ما نقدر نستفيد من هذه نشكر حضرات جزيلة شكر دكتور عمر صالح مستشار البنك الدولي السابق نورتناي فاندم شكرا جزيلة شكرا جزيلة لحركة فاندم وزي ما قلت يعني إحنا عندنا فرصة زهبية في مصر إن إحنا نقدر نستقبل رؤوس الأموال ربما القادمة من أعباء ضربية كبيرة جدا في العالم الغربي بشكل عام وعندنا أيضا فرص حقيقية كمان في الاستثمار مع هذا العمل